موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم في هذه النشرة الاستثنائية الى حدود سادسة من مساء امس بلغ عدد حالة الاصابة بفيروس كورونا المستجد ببلادنا 143 حالة مؤكدة حسب معطيات وزارة الصحة وذلك بعد تسجيل 28 حالة جديدة للاصابة مجموع الحالات تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستورا المغرب والمختبر الوطني للانفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط ومختبر المستشفى العسكري وبالامس اوضح مدير مديرية علم الاوبئة ومكافحة الامراض بوزارة الصحة ان مجموعة الحالات التي سبعدت بعد التحليل المخبري هي الى حدود 643 حالة كما ان الحالة الوبائية المتعلقة بالوفيات التي سببها فيروس كورونا المستجد لم تتغير منذ يوم امس حيث بلغ عدد الوفيات اربع حالات هذا وتهيب الوزارة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة وسلامة الصحية والالتزام بحالة الطوارئ الصحية 24 ساعة على 24 والتي اعلنتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية وزارة الصحة اكدت كذلك بان المستشفيات ستشرع في استخدام دواء كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين لعلاج المصابين بفيروس كورونا بمختلف جهات المملكة حيث رخصت الوزارة وبعد اتفاق مع اللجنة التقنية والعلمية للبرنامج الوطني للوقاية ومراقبة الانف الونزة بالمملكة بالترخيص بالسماح لكافة المستشفيات بالمغرب بالشروع في استخدام هذين الدوائين لعلاج المصابين وقد ثبت فعالية الدواء بعدد من الدراسات الوطنية والاجنبية وشجعت السلطات المغربية المختصة على الترخيص لاستعماله وفي ظل الوضعية الراهنة تم بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجد احداث خالية تتبع خاصة بجائحة كورونا ساهمت في خلق منحا جديد للمستعجلات دورها تفادي اختلاط المرضى المحتمل حملهم للفيروس بالمرضى الاخرين فضلا عن اتخاذ مجموعة من الاجراءات الوقائية والخدماتية محمد بلاوي ورشيد العتابي المستشفى الجامعي محمد السادس بوجده يشهد تجندا وتعبئة شاملة لكافة اطوره الطبية والتمرضية بهدف التكثل بحالات الاصابات المحتملة بفيروس كورونا وذلك بخلق منحا جديد للمستعجلات من اجل تفادي اختلاط المرضى المحتمل حملهم للفيروس بالمرضى الاخرين وانشاء مصلحة متخصصة بالعزل والتكثل بالمرضى المصابين هذه الوحدة الفرز كنتمكننا باش نفرقوها من حالات اللي مشكوك في امرها والحالات الاخرى اللي غير مشكوك فيها الحالة تشخيصها ايجابيا تنعسوهم في مصلحة خاصة بالعزل لحديثات مؤخرا من اجل عزل الحالات المؤكدة المصابة بمرض كورونا المستجد نتمنى ومن المغربة انهم يعاونونا ويقلصوا في دارهم باش ما يكتروا شالينا الحالات لحد الان راحنا الحمد لله قد دين ان نستقبلوا اكتر من هاد المرضى ولكن خسكم تقلصوا في داركم باش ما يتزادوا شالينا بزا احنا كجيس من تمريدي مجندين ومتحمسين وكنديروا كل شي كلين الجهود كنديروا جهدنا كامل باش نتصدوا لها الجائحة اللي كي عرفها العالم وكي عرفها المغرب وبمصلحة الانعاش والتخدير بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجده تم اعداد مخطط عمل مستعجلة وتوفير اسرة اضافية للانعاش المجهزة بمختلف الوسائل الضرورية للتصد لهذا الوباء تم اعداد كل المصالح في المستشفى الجامعي بشكل على اوفة الاستئذاء لاستقبال المرضى خلال هذه الجائحة كما ان مصلحة المساعدة الطبية الاستاجرية تستقبل عبر الرقم 141 حوالي 2000 مكالمة هاتفية يوميا لمواطنين يطلبون الاستشارة والتوجيه فيما يخص باقف 19 نستقبل جميع المكالمات من جهة الشرقية فبنطل هذه الحالة فكن نجههم الى اقرب مستشفى لكي ينتميوا له وذلك بعد التنسيق مع جميع المتدخلين في هذا النطال لكي يقوموا بالواجب المكافحة لهذا المرض هي مجهودات تبذل من اجل التصدير تخشي وباء كورونا المسجد بالمغرب ويبقى دور المواطن ان يلتزم بتطبيق قرار حالة الطوارئ الصحية اكدت مؤسسة محمد الخامس للتضامن امس ان جميع التبرعات العينية التي تلقتها المؤسسة من محسنين مغاربة ستوضع رهن تصرف وزارتي الصحة والداخلية لمواكبة الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا والتخفيف من اثاره على الفئات الضعيفة وابرتز المؤسسة في بلاغ لها انه في سياق التعبئة العامة التي يشهدها المغرب لمكافحة انتشار الفيروس وزخم التضامن الوطني الذي اطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ابدا محسنون مغاربة دعمهم في شكل تبرعات عينية مقدمة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن وبعدما عبرت المؤسسة عن شكرها لجميع المحسنين وتقديرها لحسهم الوطني التضامني لصالح الفئات المعوزة ذكرت بضرورة التقيد بالخطوات التي اوصت بها السلطات الصحية وباحترام تدابير الحجر المتخدة ضمانا لسلامة جميع المواطنين المغرب نذكر من جديد بالرقم الهاتفي تسعة عشر تسعة عشر الخاص بالمواطنين الراغبين في المساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا حيث اعلنت وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة انه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حافظه الله الداعية الى توفير شروط تمويل الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من اثاره قامت السلطات المختصة باحداث الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا وتتكون موارد هذا الصندوق من دعم الميزانية العامة للدولة بمبلغ عشرة ملايير درهم وكذا مساهمات الهيئات والمؤسسات والاشخاص الذاتيين وللاشارة فان كل رسالة اسمس نحو هذا الرقم تمثل هبة قدرها عشرة درهم واللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الاسعار والجودة تسجل استقرارا للاسعار في اغلب المواد الاكثر استهلاكا على صعيد كل اقاليم المملكة وذلك استنادا الى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والاسعار والمراقبة واضفت اللجنة في بلاغ لها انها وقفت ايضا خلال اجتماع عقدته بالامس على تراجع نسب اسعار بعض المواد التي عرفت بعض الارتفاعات خلال الاسبوع الماضي كما اوضحت ان حالة التموين عادية نتيجة للاجراءات المكثفة المتخذة وبخصوص المواد التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الطلب وضغطا مرحليا في بعض المناطق على سلسلة التوزيع خلال ايام الماضية كاقننات غاز البطان اداف البلاغ ان التدابير والاجراءات المعتمدة من قبل جميع المتدخلين مكنت من مواجهة هذا الضغط حيث يتم تزويد نقط البيع لهذه المادة بشكل منتظم ومكثف مما مكن من العودة الى الوضعية الطبيعية بشكل تدريجي مع العلم ان المخزون المتوفر من غاز البطان على الصعيد الوطني يكفي لتغطية الطلب وبهدف حماية السلامة الصحية للعملين داخل الوحدات الصناعية لطبيب الشغل دور اساسي في الوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 واستبعاد الحالات المشكوك في احتمالية اصابتها تدخل هدفه ضمان السير العادي لهذه الوحدات وبالتالي ضمان تزويد السوق الوطنية بمختلف السلاعي والمواد من الدار البيضاء روبرتاج امين هنناوي ومحمد الاروي اجراءات وتدابير وقائية خاصة يتم تبعها بهذه الوحدة الصناعية المتواجدة بمدينة المحمدية منذ اعلان حالة طوارئ الصحية بالمملكة حيث يلتزم جميع العاملين وتحت اشراف طبيب الشغل بقياس درجات الحرارة وتطهير الايادي الى جانب ارتداء البساق خاصة وكمامات طبية بمختلف المصالح الانتاجية اجراءات واكبتها حملات تحسيسية وتوعوية لابراز خطورة هذا الفيروس وسبل الوقاية منها عملنا حملات تحسيسية التي تتهم تقريبا فوروق ديال 20 الـ 25 ديال الناس في كل القطاعات الادارية والانتاجية في كل المرافق اماكين الاكل حاولنا باش ما يكونش الاكتضاد ديال الوظافين حاولنا باش نعطيهم مواجبات تتفرق عليهم طور ديال طبيب الشغل هو باش تبقى المصلحة ديال طيب شغل واقفة على قادمين وساق 24 ساعة ل 24 ساعة وثانيا تتبع ديال حالة صحية ديال العمال كلهم الاجراءات الوقائية يتم تبعها بمختلف مرافق هذه الوحدة الصناعية لتأمين ظروف صحية للعمال والمساهمة ايضا في توفير مختلف المنتجات والسلاع اخذنا بعض الاجراءات الوقائية اللي تنسقنا مع طبيب شغل اولا ندرنا بواحد السنسيبليزازون واحد السنسيبليزازون ديال الناس كلهم بما فيه الاداريين والنفو ديال البروديكسيون عرفناهم على هذا الفيروس والخطورة دياله الهدف هو سلامة العمال اولا قبل كل شيء وثانيا باغين نديروا الاستمرار في البنتوج باش المنتوج يبقى في السوق موجود دور هام يطلع به اذا طبيب الشغل داخل هذه الوحدة الصناعية لضمان شروط السلام الصحية والوقاية من فيروس كوفيد تسعة عشر مع الحفاظ على منسوى الانتاج الموجهي للأسواق الوطنية وانضم لنا مباشرة من مدينة الدار البيضاء الدكتور محمد ابو حفص رئيس النقاب الوطنية لأطباء الشغل بالقطاع الخاص دكتور بعد التحية اذا فين كتجلة يعني الدور ديال طبيب الشغل في الوقاية من الاوبئة والامراض المعدية كوفيد تسعة عشر داخل يعني المقرات والاماكن ديال العمل دكتور شكرا على الاستضافة كجواب على سؤالكم اريد ان اذكركم بالدور الفعال الذي يلعبه طبيب الشغل داخل المقاولة والذي استمده من مدونة الشغل وهو دور وقائي بالاساس وبعبارة اخرى دور استشاري في حفظ الصحة والسلامة من الاخطار المهنية كحوادث شغل الأمراض المهنية والمعدية والمحافظة على بيئة سليمة وهذا يستثني بالضرورة كل دور رقابي او علاجي إلا في الحالة المستعجلة التي تقع إبان وجود طبيب داخل المؤسسة هذا الدور الوقائي يكون عبر تدخل مباشر وتدخل غير مباشر تدخل مباشر عبر إسهامه في القيام بفحوصات كلينكية للمستخدمين طريقة غير مباشرة عبر إسهامه ودوري البارز في تنشيط لازنة السلامة وحفظ الصحة المنصوص عليها في مدونة الشون القانون المغربي يطوق عنق المشغل بعدد من الالتزامات والمسؤوليات التي تهدف إلى حماية الأجراء من الأمراض المعدية والمهنية وذلك بتوفير المناخ الملائم والوسائل الكفيلة لضمان السلامة البدنية وحفظ الصحة في العمل نعم دكتور في نفس السياق شنوما الاحتياطات التي يجبوا اتباعها داخل الوحدات الصناعية لتجنب العدوى بالنظر يعني العدد الكبير للمستخدمين والعمان لكي يزاولوا المهام ديالهم في نفس الوقت دون دخول في تفاصيل مرض الفيروسي كوفيد-19 لأن الوقت لا يسمحوا بذلك يجب على طبيب الشغل أن يكون ملما بالمراحل التي يمروا بها المصاب وطرق انتقال العدوى وكذا فترة الحضانة وفترة المرض والأعراض التي تظهروا كارتفاع درجة الحرارة صعوبة تنفس كحانة شفاء إلى آخره طبيب الشغل المدعو لإعطاء النصائح الكافية والتكوينات المستفيدة للأجرى من أجل أن يكون على إلمام بالمراحل التي يمر منها تمر منها العدوى كما يجب يتم السدعاء لجنة السلامة وحفظ الصحة لشرح الحيتيات والأسباب الناتجة عن العدوى وأيداد الملصقات والتكوينات الضرورية يجب أيضا إعادة الانتشار في المعمل أو في المؤسسة يعني تدخلي واحد المتر ونصف ما بين الشخص والشخص وعدم التصافح وإعطاء المسافة الكافية وتوفير معدات النظافة من صابون وماء ساخن وورق للتنشيف وسائل كحولي شرح كيفية الغسل اليدين بعد لمس أي شيء تعقيم مقرات العمل وزن حرارة الجسم في مدخل المعمل وإذا اقتضى الحال توفير قفازات وأقنع واقيا وغلق المقرات المشتركة كالمطعم ومستدع الملابس نعم دكتور محمد أبو حفظ حول الأشياء التي دكتور محمد أبو حفظ رئيس النقابة الوطنية لأطباء الشغل بالقطاع الخاص كنت معنا مباشرة من مدينة الدار البيضاء شكرا لك على كل هذه التوضيحات بدوره مصحاب وضيعات الفلاحية اتخذوا مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد في صفوف العاملات والعمال وأيضا لضمان السمرارية الانتاج الفلاحي ببلادنا من العرائش روبرتاج جايمد أمسمير وعثمان تازي السلامة والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد شروط فرضتها الظافية الحالية بمختلف الضيعات الفلاحية ببلادنا تطبيق صارم للقواعد الصحية على مختلف المرافق الخاصة بالضيعة الفلاحية كما هو الحال هنا بضيعة لإنتاج الفواكه الحمراء بأقليم العرائش غسل اليدين بالسمرار خلال مختلف مراحل جني الفواكه الحمراء والحفاظ على مسافة الأمان بين العمال شروط أساسية يتم تطبيقها بصرمة نقف قدم الخدامة باش نوري لهم لفاسون كيفاش نغسلوا الليمة طريقة كيف تدي اللغسل يدي تاني حاجة نهضر لهم على المسافة الآمن بعضياتهم يكونوا بعادين تالت حاجة كان هضروا أنكي لك كان شي وحدة مروحة أو بلاشي حاجة كانوا غيد يشين وغير كحب بغا تغيط كحب يعني عشوائي بلاشي حاجة جيتها الكحب نوري لهم لفاسون بأن أخصص كحب هكذا لفاسون بحناية باش ما تقيش يديها بلاشي حاجة نخليوا في الخط مسافة بينتنا باش منحمي ونحمي بعدياتنا وفي الترانسبور يتعقم الشركة يتعقم بلاشة الماكلة النظافة التواليطات كل شي صارحة مرتاح نخص نغسل بالصابون ونعمل الكل ندخل الخطوط حاولتنا إذا خرجنا السلعة كل مرة نغسل ونعمل الكل استطاعت هذه ضيعة الفلاحية ورغم حالة الطوارئ الصحية أن تستمر في إنتاج الفواكه الحمراء خاصة التوتو الأزرق وتصدير إنتاجها إلى الأسواق الأوروبية بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الضرورية لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد من عشرين شخص واللوح عشر دي الأشخاص باش نحمي الناس دينا وحنا بطبيعة الحال في إطالة المسؤولية وفي إطالة المسؤولية الشمائية دي الشركة دينا نحن كنواكبو هذا الصمائي دي الإنتاج والحمد لله لقنا واحد تجابك به دي العمال دينا مجموعة من الإجراءات الوقائية الضرورية اتخذتها إذن الضيعات الفلاحية لتفادي تفشي فيروس كوفيد تسعة عشر بين العاملات والعمال داخل الضيعات الفلاحية وذلك لاستمرارية الإنتاج الفلاحي ببلادنا لتوفير تموين عادي ومنتظم للأسواق بالمواد الفلاحية وأيضا الحفاظ على مناصب الشغل بالقطاع الفلاحي أهلنا صندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم عن إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بتعويضات الجزافية الشهرية لتمكين المشاغلين من وضع طلبات التعويض خلال الفترة الممتدة من خامس عشر مارس إلى ثلاثين يونيو وذلك في إطار مواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة كوفيد تسعة عشر وحددت هذه التعويضات الجزافية وفق ما أقرته لجنة اليقظة الاقتصادية والأجراء العاملين بها في مبلغ شهري يصل إلى ألف درهم بالنسبة لشهر مارس وألفي درهم بالنسبة لشهور أبريل وماي ويونيو وأوضح الصندوق في بلاغ صحفي أن هذا التعويض هم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير من طرف المقاولات التي تواجه وصدر بالجريدة الرسمية في عددها ستة ألاف وثمانمائة وسبعة وستين مكرر بتاريخ اليوم مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ويندرج مرسوم القانون في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفقا للفصل الواحد والعشرين من الدصور ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين كما يهدف إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني عند الاقتضاء كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض ويقر المرسوم اتخاذ جميع التدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك بموجب مراسيم ومقرارات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم من جانبها دعت رئاسة النيابة العامة إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم لهذا المرسوم وأهبت في بلاغ لها بالمحام العام الأول والمحامين العامين بمحكمة النقد والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم ووكلاء الملك لدى المحاكمة الابتدائية والمحاكمة التجارية ونوابهم العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بالقانون فيما يخص المقتضيات الراجعة إلى اختصاصاتهم ولوضع حد لانتجار عدوى فيروس كورونا المستجد عمال النظافة بدورهم منخرطون في التعبئة العامة حملة لتعقيب الشوارع ومختلف الفضاءات العامة يتجندون لها حماية لصحة المواطنين الروبرتاج من سلال سمير أصبان والمهدش طيبي فريق من عمال النظافة بمدينة سلال يستعد لبدء حملة تعقيم وتطهير لشوارع المدينة قبل الشروع في العمل يتخذ العمال احتياطاتهم للوقاية من أي عدوى لكن سلوكات غير مسؤولة قد تصعب عليهم مهمة التنظيف أشخاص مثلا يرمون القفازات والمنادل المستعملة في الشوارع عوض وضعها في القمامات نتمنى هم المواطنين يتعاونوا معنا ما يلوحوش لنا لليغو ولك الكمامات لماسك وفي الزنق وذلك ويلتازموا أوقات خروج النفايات ويديروا في أكياس بلاستيكية ويحوي يغلقوها بإحكام ويديروا في المكان المناسب ديالها النفايات اللي قلقوا بزاف هم الليغو هم دوك الكمامات مسألة دي اللي كنينيكس بزاف تطهير للشوارع الرئيسية للمدينة تعقيم الساحات العامة والأسواق بمواد تقضي على الفيروسات عمل ينضاف إلى قائمة مهام عمال النظافة خلال هذه الفترة مهمة يقومون بها ثلاث مرات على الأقل كل أسبوع شركة تدبير مفوض بشاركة مع مقاطعة شباب مرئيسة وتنسيق مع مصالح جماعة السلة وأيضا قامت بعملية تعقيم وشطهير واسعة شملت العديد من المرافق العمومية كالأسواق والساحات والشوارع وفق برنامج محكم للحد من انتشار فيروس كورونا عمل دؤوب لخدمة صحة المواطنين يتجند له عمال النظافة استجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وجدوا أنفسهم مضطرين لمغادرة البيت بالرغم من حالة الطوارئ الصحية ينخرطون بكل مسئولية في حملات التعقيم والتنظيف يأملون فقط في سلوكات مواطنة تقدر جهد عامل النظافة نفس صورة نتابعها من مدينة الحسيمة حيث تتواصل عملية تعقيم الشوارع والمرافق العمومية إضافة إلى التدبير الاحترازية من طرف السلطات العمومية لضمان سيرورة حالة الطوارئ الصحية محمد الواهبي ورشيد العتابي شوارع وأحياء وأزقة ومراكز صحية مؤسسات عمومية والفضاءات التي كان يلجوها المواطنون خبعت كلها لحملة تعقيم شاملة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا والحد من تبعاته حملة لقيت استحسان المواطنين وجمعيات المجتمع المدني لأنها تندرج في إطار عملية احترازية وقائية استخدمت فيها الفرق المتدخلة وذوي الخبرة آليات للتطهير بتنصيق مع المنظومة المحلية نقول وبصوت عالي يجب أن نكثف جهودنا يجب أن نكون يعني مستعدين للتعاون للتعزر الفضاءات التي شملتها عملية التعقيم كانت إلى عهد قريب تعجب المواطنين لأنها تتوفر على احتياجاتهم ويقضون بها أغراضهم واليوم لإنجاح هذه العمل يومي خلالها التدابير الاحترازية رسالة من المواطنين للحفاظ على صحة وسلامة ساكنة الحسيمة الحمد لله فكل شيء قايم بالدور دياله وكانتمنى أنه عملية التعقيم خطوة فعالة للحد من تفشي فيروس كورونا وتطويقه هو حماية للأسرة وعبرها حماية للمجتمع وإنضمنا مباشرة من مدينة الحسيمة سيد عبد الرشيد رئيس مكلف بمصلحة البيئة سيد الكريم بعد التحية ما هي الإجراءات المتخذة على مستوى عمالة الحسيمة لمواجهة جائحة كوفيد تسعة عشر تحية متبدلة السيدي أنه في إطار أجراءة الددابير الاحترازية لمواجهة والحد من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد تسعة 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 إعداد واحد البرنامج تعقيم برنامج دي التعقيم وذلك بتنسيق مع المنظومة المحلية لكتعرفوا أن مدينة الحسيمة وإقليم الحسيمة عامة ومدينة الحسيمة خاصة أن عملية التعقيم تكون كانت ولا زالت تكون بصفة منتظمة ويتبطنها تطهير شامل بمجموعة من المعدات والآليات المخصصة لهذا الغرض وخصوصا أن هذه المعدات المخصصة لهذا الغرض في الحقيقة أنه تهم الشوارع والأزقة والأحياء والمراكز الصحية والمرافق العمومية التي التي نعم تفضل تفضل التي التي تقوم بالخدمة المرافق العمومية التي تقدم الخدمة للمواطنين وهناك كذلك الفضاءات العمومية والأماكن التي يلجوها المواطنون التي يلجوها المواطنون قصد قضاء أغراضهم الخاصة أو الشخصية إضافة إلى ذلك أنه قمنا بمعالجة السيارات بالتعقيف سيارات الأجراء بالسابق إذن هذه كانت سلسلة سلسلة إلى حدو السعاء نحن مجندون على أساس أنه هذه الفرق المتدخلة في هذا المجال تقوم بعملية تعميق في المؤسسات العمومية عن طريق عملية الرش بواسطة بخاخة على الضر التي تم لتلو فيزيغات أضو وهناك كذلك معدة أخرى مخصصة لتعقيم الشوارع والأحياء والفضاءات العمومية بواسطة البخاخ روبو يعني روبو أكانو إضافة إلى شاحنات تقوم بعملية غسل وتعميق أو تعقيم عفوا نعم حاويات النفايات الصلبة النفايات المنزلية والمماثلة لها نعم سيد عبد الرشيد إذن بالإضافة للإجراءات والتدابير البيئية التي تقوم بها ما هي النصائح التي يمكنكم تقدمون الساكنة خلال هذه المرحلة إذن النصائح التي نقدمها للساكنة الحسيمة وللمغاربة ككل يجب التغلب على هذه الجائحة وذلك بالموقوث أولا بمنازلهم والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخلت السلطات بكل وطنية والسؤولية وكذلك ننصح ساكنة الحسيمة ننصح ساكنة الحسيمة والمغاربة ككل على أنهم يحاولوا يخذوا الحيطة والحضار ويتم غسل أيديهم وتعميق أيديهم والحفاظ على الفرق أو عفوا ليس الفرق وإنما على المساحة التي تجمع بين الأطراف وثانيا ابتعاد عن التجمعات نعم الأمر واضح سيد عبد الرشيد رئيس مكلف بمصلحة البيئة بالحسيمة شكرا لك على كل هذه التوضيحات أوقفت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلام سا أمس 113 شخصا راشدا وتسعة قاصرين وذلك بعدما رفضوا الامتثال لتدابير الطوارئ الصحية التي اعتمدتها السلطات العامة للوقاية والتصدي من انتشار وباء كورونا المستجد وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المعنيين بالأمر بالشارع العام بدون التوفر على الرخص الاستثنائية للخروج كما تم ضبط العديد منهم في ساعات متأخرة من الليل بدون مبرر المشروع وذلك رغم عمليات التوجيه والإرشاد التي بشرت السلطات العمومية لتوطيد التدابير الوقائية والحماية لمنع تفشي الوباء وتابع المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية بينما تم الاحتفاظ بالقاصرين رهن المراقبة وذلك بعدما تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية للعزل سواء خلال عملية النقل أو الإيداع أو البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة التكنولوجيا أداة أخرى لمواجهة انتشار الفيروس ولهذه الغاية تسعى إحدى المقاولات المبتكرة إلى تنظيم أولها كاثون على المنصات الرقمية بغاية تطوير أفكار يمكن اعتمادها لمواجهة الجائحة ليلى عسلي ومحمد العروي في الزمن كوفيد تسعة عشر شوارع العاصمة الاقتصادية شبه فارغة لكن العمل متواصل عن بعد في محاولة للحد من تفاشي الفيروس هذه الجمعية وضعت أمام الشباب تحديا لإيجاد حلول مبتكرة تمكن من التصدي لهذا الوباء وتطويقه تسخير للتكنولوجيا لرفع التحديات الصحية المطروحة الآن ما يقارب ستمائة شاب وشابة أبدأ رغبتهم للمشاركة في أول هكاثون رقمي عن بعد ببلادنا وهم الآن يحضرون لذلك إن كان يتلصاب الفيروس تتحدث مع أنهم يمسواج لديهم حيث يطيق الفعالي ينقل الفيروس يدخل جسد وكيف تشوف وكيف يخدم السيواء ديان الجهاز المساعدة على التنفس بالنسبة للناس التي تتعاني من الضيقات والنسبة للناس التي عنده تنفس وكان الجهاز هو هذا الجهاز صغير والجهاز محمول الذي يقدر أنه يخدم بعيد نماذج مبسطة لأفكار ابتكارية شباب سيمنحون من وقتهم في احترام تام لحالة الطوارئ الصحية من أجل إيجاد حلول للتحديات التي فردتها المرحلة بسبب الوباء مشاركون سيؤثرهم أساتيديس وخبراء يمثلون عدد من الجامعات والمدارس العليا بالمغرب هذو كلهم قاموا بخباراتهم الأساسي والمهندسين لهم تخدموننا لقدروا أن يعاونوا لكونديدة المشاركين ثلاثة أيام كاملة وقدروا يكونوا معنا لكي نختاروا أفكار ونحسنهم وتكون فعلا عملية إن شاء الله إحنا سنكونوا هذا الكاتاليزر ونخدموا بواحد اللي فاز المعروفين وهذا اللي فاز سيجعلنا نوصلوا لشي نتائج ونخدموا ونخدموا من بعد المتناول للناس عن طريق الإنكوباسيون اللي سيجعل في الإطار هاتشيف باش نقدود غير نخرجوا بهذه السولوسيون الوجود ونحن سنرحبوا بها جميعا لأنه الهدف سنلقى هذه الحلول اللي ستعاوننا لكي نقول لشي فكرة لا هاكاتون المغرب كوفيد 19 لازل يستقبل طلبات المشاركة عبر الانترنت وستنطلق أطواره على المنصات الإلكترونية يوم الخميس المقبل كما ستستمر لمدة ثلاثة أيام دون انقطاع لتطوير هذه الأفكار والتقنيات بهدف المساعدة في الحد من انتشار فيروس كوفيد 19 وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية المواطنون مطالبون بالانخراط في عملية التبرع بالدم لإنقاذ حياة عدد كبير من المرضى عمل إنساني من شأنه تغطية الخصاص المسجل في هذه المادة الحيوية على الصعيد الوطني من الرباط روبرتاج خديجة زروال وعبد الرحيم في لول العالم يعيش حالة خوف بسبب تفشي فيروس كورونا فيما البعض يعيش خوفا من نوع آخر مرضاه في حاجة ماسة إلى قطرة من الدم لإنقاذ حياتهم بالمركز الوطني لتحاق الدم بالرباط عادة تكون قاعة الانتظار مليئة بالمتبرعين لكن اليوم الأمر يختلف قلة قليلة منهم هي التي تلجو المركز أنا من الناس المتطوعين لتندوم على التبرع بالدم متناشد المواطنين هذه المرحلة ميتها ونش لأن كان نقص كتير في الدم لأن الإنسان يحاول يمشي أقرب مكان يتبرع بالدم ويتبرع لأن هذا واجب لنا هذه خامس مرة كنت تبرع بالدم لا حق هذه مات يحاول الإنسان ضروري بشي وكن طلب من الناس يجي وخاكل الحضر تجول المات ترك يحاول الناس وضروري عملي ما كان فيهم بالدم عدد المتبرعين خافض بشكل كبير جدا البارحة لم يتبرع إلا 200 متبرع لأن الحاجة هي على الأقل 800 متبرع يوميا فإننا الحاجة لأننا مخزو كافية ولكن نخشى أن مستقبلا إلى استمر هذا انخفاض نمخزو عديقا وبالتالي دمناسبة موجه دول المواطنين مش توجه إلى مراكز تحاق الدم لأجل التبرع وجميع المواطنين الذين يخص أن يخرج من الدول لهم يخص عشر دقائق فقط هو الوقت لقد إجراءات وقائية واحتراز يعتمدها المركز تفادي العدوى بالفيروس كل شيء محقم المتبرع والطاقم الطبي يخضعان لإجراءة النظفة في كل مراحل عملية التبرع نريد أن نطم الناس أنهم لا يخاف أنهم يأخذوا العدوى فنحن نحن نحن لازم داخل المركز من ناحية التنظيف ومن ناحية التعقيم ولا من ناحية النص بشتنصح المتبرع زيادة على هذا كان طلب من المواطنين الله يجزيهم باخير كان واحد الورقة التي يكتبوا فيها الخروج ديالهم كان واحد الخانة فيها خروج من أجل شيء مليح فتبرع بالدم من أجل شيء مليح وانا نقول للناس أن المراكز على الصعيد الوطني كان 18 فالله يجزيكم باخير كل واحد داخل السكتور دياله الحومة دياله المركز القريب يحاول يتجه دياله باش ياته الواجب هذا إذا ما استمرت وطيرة التبرع بهذا الشكل حتما سيكون هناك خصاص من هذه المركة الحيوية ما سيشكل تهديدا لحياة الكثيرين على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب كباقي دول العالم المواطنون مطالبون بالانخراط في هذا العمل الإنساني فقطرت من دمهم يمكن أن تنقذ آلاف المرضى الذين هم في حاجة ماسة إلى هذه المادة الحيوية على المساوى التربوي اطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من يوم أمس العمل بخدمة تشاركية مدمجة في منظومة مصار تمكن الأساتذة من التوصل المباشر مع تلاميذهم وكذا تنظيم دورات للتعليم عن بعد عبر أقسام افتراضية وفدت الوزارة أنها قد أطلقت عبر منظومة تعليم العمل بالخدمة التشاركية تيمز المدمجة في منظومة مصار والتي توفر وظائف مهمة تمكن الأساتذة من التوصل المباشر مع تلاميذهم وكذا تنظيم دورات للتعليم عن بعد عبر أقسام مفتراضية تتيح إمكانية إشراك التلاميذ في العملية التعليمية التعلمية وذلك من خلال استعمال العروض التقديمية أو النصوص الرقمية أو تقنيات الصوت أو الفيديو وستوفر هذه الخدمة في المرحلة الأولى لمدرسي وتلاميذ سلكي الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي على أن يتم تعميمها لتشمل كذلك السلك الابتدائي في الأيام المقبلة ويمكن والتلاميذ على الروابط الظاهرة على الشاشة ومنذ تعليق الدروس الحضورية بكافة مؤسسات التعليم والتربية والتكوين تتواصل عملية التدريس عن بعد باعتماد منصات رقمية وأساليب حديثة تمكن الطلبة من مواصلة تحصيلهم العلمي من منازلهم النموذج نسوقه من المدرسة العليا للأساتذة بالرباط في روبرتاج ريد عماو والعربي النهري المدرسة العليا للأساتذة التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط بكل فروعها تضاعف الجهود من أجل إنجاح عملية التعليم عن بود بعد صدور قرار تعليق الدراسة على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المدرسة العليا للأساتذة عبأت جميع مكوناتها بهدف مواكبة عملية التعليم عن بود تحضير وطائق رقمية لفائدة طلبة تهم 19 المسلك معتمد و160 واحدة اليوم الحمد لله قنا فيها نتيجة دي المئة في المئة جميع الدروس وضعت رهنا إشارة الطلبة بما فيها الدروس النظرية بما فيها الأعمال التوجهية بما فيها أيضا عن طريق المحاكاة أعمال أو أشغال تطبيقية ضمان الاستمرارية العملية التعليمية في المنزل يقوم المدرسون بتصوير الدروس وإرسالها للطلبة عبر وسائل التواصل المتاحة أو عبر بط مباشر للمحاضرات إضافة إلى الشغال المدرسة العليا للأساتدة على تطوير منصة تعلم إلكتروني تفاعلي تتيح للمدرسين تطبيق الأساليب التعليمية الحديثة هالدروس سنقدمها للطلبة و سنستعمل سنستعمل البلاتفورم اللي هما اتلزي في الجامعة وغيكون عنا ان كونتاكت ديريكت مع طلبة دينا بحيث غنقدموا لهم الدرس تدريبي وغنطلبوا منهم فلافان ديال الدرس يعطيونا الكونترون ديال تجريبة وإحنا وإحنا غنطي يعني غنطيهم نقطة على هدك اللي كانت روندو اللي غادي دفعولينا من طبيعة الحال هذه العملية ماشي سهلة هي عملية صعبة جدا كما شفتو كتطلب تقنيات كثيرة وتطلب واحد الجهد لأن باشتجل واحد الفيديو دي الخمسة دقائق كيكلف تقريبا ساعات دي العمل في المنزل ثم في طريقة دي التسجيل يعني أكثر من ساعة تقريبا في خطوة تروم الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وضمانا لسلامة الطلبة لجأت العديد من الجامعات إلى الحلول الرقمية لتوفير موارد التعلم ومتابعة الدروس بهدف تأمين متابعة الطلبة لتحصيلهم العلمي من جهتها أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها ستطلق ابتداء من يوم غد منصة لتعليم عن بعد خاص بالتعليم العتيق تحت عنوان دروسي وذلك في إطار التدابير العاجلة التي اتخذتها لتمكين جميع التلميذات والتلاميذ والطالبات والطلبة من الاستمرار في تتبع ومواكبة دروسهم موضحة في بلاغ لها أن تخصيص هذه المنصة يأتي في ظل ما يعيشه العالم اليوم من مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد وفي إطار الإجراءات الاستباقية والاحترازية التي استدعت ابتداء من السادس عشر من مارس الجاري توقيف الدراسة بالكتاتيب القرآنية وفضاءات التعليم الأولي العتيق ومعاهد ومدارس التعليم المدرسي والنهائي العتيق العامة منها والخاصة وأضف المصدر ذاته أن هذه المنصة التي يمكن الولوج لها أيضا عبر موقع الوزارة الظاهر على الشاشة تتضمن دروسا مصورة وملخصات مكتوبة لجميع الدروس المقررة في النصف الثاني من الدورة الثانية للسنة الدراسية الحالية بجميع أطوار ومستويات التعليم العتيق وعيه ومسؤولية المواطنين للحفاظ على سلامة النفس والغير يبدو جليا داخل بعض التجمعات السكنية حيث تم وضع حزمة من التدبيل الوقائية وإلزام من اضطر للخروج إلى التقييد بها الأمر نفسه انطبق على أصحاب المحلات التجارية فالنشاكل العلوي هدام سهل وعبد العلي جنوني هذه الساحة كانت بالأمس القريب فضاء لا يخلو من الأطفال ومكانا يتجمع فيه الكبار لتبادل أطراف الحديث اليوم وفي ظل حالة الطوارئ الصحية ونظرا لاحتواء هذا المجمع السكني بتطوان على كثافة سكانية كبيرة إجراءات وقائية يتم الحرص على تطبيقها وعلى من هو مضطر للخروج للعمل الالتزام بها للحيلولة دون انتشار فيروس كوفيد 19 وسط الساكنة الكل هنا تدفرت الجهود ويعني الكل أبدأ على تضامن كبير ووحدة الصف كبيرة بين كل مكونات الإقامة وبالتالي تم وضع مجموعة من المعقيمات ومن مطهيرات وسلة خاصة في المدخل المصاعد في كل إقامة وأيضا يتم تنظيف الإبواني دي الأبواب يوميا يتم تعقيم وتنظيف المصاعد يوميا وباستمرار لما يقارب تقريبا خمسة دي المرات في اليوم وبالتالي الكل هنا واعي بالمسؤولية دياله وصاهر على العمارات وكان طمنا من الناس ما يخرجوا لي شيء مبرا واللي يخصوش حاجة يعيط للي كنجيبها له ونبقوا ديما كل شيء خديرين تعقيم وخديرين كل شيء ونزيدوا الاحتياط ديالنا السكان ما يخرجوش تدابير وقائية مسؤولة اتخذتها كذلك بعض المحلات التجارية بتطوان لمنع كثرة ملمسة المنتوجات من طرف المواطنين والحرص على المسافة الوقائية إلى جانب النظافة المستمرة تصرفات تبرز محاولة الجميع كل من موقعه المساهمة في كبح جماح هذا الوباء كويقاية ووضاها من حد الحاجة وكما سوف تبقى وكوش يبقى اللي يبغى شي حاجة يعطي لكي تلمش بالزد مرة يعني واحد مرة وكحنا كإجراءة وويقائية دا كنحاول نعقم ويدنا كنحص ويدنا بزد الحطرة دا من دعته الضرورة للخروج من المنزل لمزاولة العمل إذن يلازمه إحساس بالمسؤولية اتجاه الآخرين مسؤولية يواكبها حرص كبير على ضمان سلامة النفس حتى يسلم الجميع من خطر فيروس كورونا المستجد خليك فدارك أنا نتسخر ليك حملة تطوعية أطلقها في ظل هذه الظروف الاستثنائية مجموعة من الشباب بمنطقة أنزا وتدار تتابعة لعملة أجدير إدوتنان حملة تنم عن روح التضامن والتآذر وتقديم العون في ظل هذه الظرفية حيجب التامك وأمين عموري خليك فدارك أنا نتسخر ليك هي حملة أطلقها مجموعة من الشباب بأنزا وتدارت لقضاء أغراض المواطنين وجلب ما يحتاجونه من سلع وأدوية وغيرها تفاديا للخروج من منازلهم عقب قرار تطبيق حالة الطوارئ الصحية ببلادنا والحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد اللي أفتني عليه عاوزتو لي خغير في دار صافي لي محتاج حزاعة ليا كيني مسنين اللي كمشو والصبيطاء كيجيبو الأدوية دي الأمراض مزمينة بها المرض السكري أو أمراض الربو نحن نتسخر لهم بهاكا سنجنبوا هذا الفيروس وتضامنا مع الناس ونشكرهم حتى هم تفهموا الأمر وخلوهم في ديورهم نحن ما يقارب 15 واحد من شباب ديالتها دات أنزا الإجراءات اللي كنديره الوقائية من كمشو عند شو واحد للدار وما كان عقموا اليدين ديالنا ونحن واعين بدورة هذه المسألة هذه والوقاية آخر من علاج التواصل الاجتماعي من خلال الاتصال بهم عبر الهاتف عند الحاجة خاصة لكبار السن لحمايتهم من هذا الوباء وتوعيتهم بالبقاء بمنازلهم لا يحتاج لأي حاجة وأننا نحن نتصل بيننا للإشارة طوف ديوركم لا يستطيع مريضة وخصني كل شيء في الدار ملي دقات قلت لولدي اسميته وقال لي كني ندراري جاعت عليهم ورجوهم ساكن ندرمون لك شيء يعطوني الله يعطيهم لخير الله يززيهم بخير أول حاجة كانت الفكرة دي أننا كشباب من منطقة أننا ننصي في فيسبوك على الناس اللي هم امراض والناس اللي ما يقدرون يخرجون من ديور ديالهم وبالأخص اللي ما عندهم شدراري في الدار وهدي ولقد واحد استجواب من الساكنة والحمد لله تليفورا ماكيسكترا من صباح تلاشية فادرة تطوعية لهؤلاء الشباب تؤكد روح التضامن والتأذر لدى المغرب خدمة للوطن وللمواطن في هذه الظرفية الخاصة وعملية تسليم الترخيصات المهنية التجارية الخاصة بمحلات التموين تتواصل من خلال تسليمها لأصحابها مباشرة بمقرات عملهم من طرف مصالح الشرطة الإدارية والنموذج نسوقه من مدينة القنيطرة في روبرتاج مريم بن زكري ونردين صابر إيصال الترخيص المهنية التجارية إلى منازل أو مقرات عمل المرتفقين من طرف موظفي مصلحة الشرطة الإدارية بالقنيطرة إجراء السباقي المسعجل يحد من اكتداد داخل مصلحة الإدارية حفاظا على سلامة الموظفين والمواطنين على حد سواء من العدوى بفايروس كورونا المسجد دفعت الوطاق لليط البولية الشرطة الإدارية وكانوا معي في المسائل قانونية دفعتهم وهذا وسميت هذه الرخصة في ظل حالة الطوارئ الصحية ببلادنا تشمل هذه الترخيصات المهنية فقط أرباب محلات التموين كمحلات المواد الغدائية واللحوم البيضاء والحمراء والسمك ومحلات بيع مواد التطهير والتنظيف الجماعة ارتأت أنها تعطيل أولوية لبعض الترخيص التي عندها علاقة القرب من المواطن لتسهيل عملية التبضع والبيع والشراء من أجل الحفاظ على صحة المواطن عوض أن هذا المرتفق ينتقل من بلاس أخرى وجيل تلعدنا هذا في إطار القرب ويدخل في اختصاص الشطة الإدارية كغيرها من المصالح العمومية بالمملكة منع التجمعات داخل مصالحها مساهمة منها في احتواء هذا الوباء العالمي قبل الختام تنهي وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية إلى أصحاب الفضيلة الساد القضاة ومندوبية الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر شعبان ستكون اليوم راجية منهم أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته بواسطة الأرقام الظاهرة على الشاشة أشكركم على حسن المتابعة وإلى لقاء قادم بحول الله